السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يكون الاستعداد ليوم الرحيل من أعجب الأشياء التي نراها في هذا الزمان هي موت الفجأة ويجب على الإنسان أن يستعد دائما للقاء الله سبحانه وتعالى فالإنسان لا يدري متى يلقى الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كتحا فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى فالإنسان سيموت فجأة لا يدري ولا يعرف متى يموت ولا أين يموت ونعلم جميعا أن من أشراط الساعة الصغرى انتشار موت الفجأة كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند التبران في الأوسط بإسناد حسن قال إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة أي موت الفجأة مصيبة موت الفجأة إن العبد لا يدري على أي شيء يموت على طاعة أم على معصية فلا يستطيع أن يستعد ولا أن يتوب ولا أن يتحلل من المظالم ولا أن يكتب وصية لأهله فعشان كده الإنسان لابد أن يكون دائما على استعداد للقاء الله سبحانه وتعالى رقم اتنين بعد موت الفجأة وانتشار موت الفجأة إن أكثر من يموت هم الشباب تخيلوا حضراتكم يعني يا شباب لازم كلنا نلحق ونتوب إلى الله لأن القبر مش مكتوب عليه للكبار فقط بالعكس ده أكثر من يموت في هذا الزمان هم الشباب والأيام بتجري بسرعة والحياة بتمر بسرعة عجيبة لأن من أشرات الساعة أيضا تقارب الزمان حتى تصبح السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق الإسعفة والذي أخبر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فالإنسان لا بد أن يستعد دائما للقاء الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن لما وقف عند القبر كان يدفن أحد الصحابة وبعدما انتهى من دفنه بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلل الحصى بدموعه وقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا يعني استعدوا وتجهزوا لليوم اللي هتدخل فيه القبر والإنسان بيدخل قبره وحده ويسأل وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله وفي الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم يعني دي غنيمة اغتنم خمسا قبل خمسا كم من ضمنها حياتك قبل موتك وكم من بينها أيضا شبابك قبل هرمك لأن في فرحلة الشباب الإنسان يقدر يعمل حاجات كثيرة جدا من الطاعات ومن العبادة ومن طلب العلم ومن الدعوة إلى الله لما بيكبر في السن يعني الجسد ما بيتحملش بزل الجهد اللي كان بيبذله أيام الشباب سبحانه وتعالى يعني جعل لكل مرحلة قدرة بعينها فعشان كده الإنسان لازم يبذل في الشباب قبل ما يندم إذا كبر في السن ولم يستطع أن يفعل مثل ما كان يفعل أيام الشباب يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتجهزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية في يوم من الأيام لقي الفضيل بن عياد رجلا غافلا عن طاعة الله لا يصلي لا يصوم لا يذكر الله لا يكرأ القرآن فقال له كم عمرك قال ستون سنة قال سبحان الله فأنت منذ ستين سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل فقال إنا لله وأني إليه راجعون فقال الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة قال نعم أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع فقال له الفضيل يا هذا من علم أنه ملك لله وأني إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابه فهل أعددت للسؤال الجوابه قال لا ما الحيلة يرحمك الله ألو الحيلة يسيرة قال ما هي قال أن تتق الله فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيمة سبحانه وتعالى وجل جلاله عشان كده يريت وده يستحب لينا يريت نزول المقابر كل فترة كده لنتطعذ ولنتذكر الآخرة طب وزيارة المقابر للنساء الشيخ محمود مستحبة وجائزة مفاش أي حاجة ده فيه ناس بيقولوا لا يجوز للمرأة أن تزور القبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور زوارات صيغة مبلغة يعني ليل ونهار راحة مقابر أولا بتضيع وقتها وبتضيع وقت جزة وحقوق جزة وممكن تروح لوحدها وتتعرض لأي شيء نعيزم بالله إنما المرأة لو راحت مع أحد محارمها ولو مر كل شهر لزيارة المقابر من أجل العظة والعبرة لا لأجل لطم الخدود ولا شق الجيوب ولا يعني الدعوة ولا دعوة الجاهلية ولا أن تقول كلمات تعترض فيها على قضاء الله سبحانه وتعالى إنما ذاهبة فقط من أجل العظة والعبرة ولا بأس بالبكاء فلقد بكى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كما عند البخارية أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم بكى النبي فقال له عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله وأنت تبكي يا رسول الله قال نعم تلك رحمة جعلها الله في قلب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراخك يا إبراهيم لا محزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا كما عند ابن ماجه بسند صحيح وقال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة نعم ورب الكعبة بمجرد ما الإنسان بيروحا للقبر ألبب يرق ويلين ويخشع ويتذكر الآخرة ويتذكر أنه قريبا جدا سيكون مكان هذا الإنسان في قبر بجواره أو في قبر آخر المهم أنه سيلقى الله في وقت قريب يعني فالإنسان لابد أن يستعد للقاء الله أيا عبد كم يراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرأة لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي فيا شباب يا بنات ويا إخواني ويا أخواتي لابد أننا جميعا نستعد للقاء الله وأذكر كلمة أخيرة لو دخل ملك الموت الآن علينا وقال من منكم الآن مستعد للقاء الله فهل فينا أحد مستعد للقاء الله هل فينا أحد سيفعل مثل ما فعل بلال رضي الله عنه حينما وافته المنية فكانت زوجته تقول وحزناه فكان يقول بل وفرحا غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة صلى الله عليه وسلم هل سنفعل مثل ما فعل معاز بن جبل وهو في سكرات الموت ويقول مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على فاق لا أفلح من ندم هكذا لابد أن نكون على استعداد للقاء الله أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته